وفي السياق صلطت صحيفة الشرق الأوسط الضوء على الخلافات السنية السنية بشأن رئاسة البرلمان تقرير للصحيفة ذكر أن تعثر محاولات أحزاب سنية لحل الخلاف حول مرشح حاسم للمنصب يعمق من الأزمة داخل المكون مبينا أن القوى السنية الآن تحولت إلى جزر منفصلة متأثرة بتقاطع بصالح مع قوى الإطار التنسيقي وأن الحل يبقى مرهونا بالعودة إلى قواعد العمل التي تراعي الوزن السياسية والانتخابية لحزب الحلبوسي وأضف أن استمرار محاولات القفز على استحقاق الأغلبية السنية المتمثلة بتقدم سيدفع الحلبوس إلى التعليق العملي في البرلمان والانسحاب من الحكومة أو الانسحاب من تحالف إدارة الدولة على غرار ما فعله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل نحو عامين ترجمة نانسي قنقر